اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في شهر 21 اكتوبر عام 2020 يعني نحو قبل نحو اربعة شهر واكثر كنا يعني اغلب العراقيين شاهدوا يعني مقطعا وديويا نشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمرأة كانت تسير على احد الجسور في بغداد ورمت بطفليها من الجسر الى النهر ونتيجة لذلك قالوا تقارير تحدثت عن وفاة عن الطفلين طفل يبلغ سنة او اكثر وطفل اخر بعمره بحجوز سنتين او اكثر بقليل وتم القاد قبض عليها يعني احد الكاميرات المراقبة على الجسر لقطة هذه اللقطة وتم القاد قبض عليها قيلة ويوم يعني في نهاية الاسبوع الماضي افادت تقارير انه محكمة في العراق قد اصدرت حكما يعني حكمين بالاعدام على هذه المرأة طبعا بغض النظر عن طبيعة الحكم لكن يعني نعم هذه المرأة تستحق الغضب تستحق الاشميزاز تستحق العقاب مهما كان لانه يعني اهل العراق خاصة والعالم كله الانسانية كله لا يمكن ان يتحملوا مثل هذه المشاهد يعني حتى الحيوانات لا يمكن ان تفعل ذلك لكن قيل فيما بعد تقارير نقلت ان هذه المرأة تعاني من امراض نفسية بسبب خلافات مع زوجها والزوجها اتهمها باتهامات اخرى قضية شائكة وبغض النظر عن هذا الموضوع يعني بغض النظر عن تفاصيل ما حدث تفاصيل التي ادت لكن لكن يعني ان يصدر حكم بالاعدام ويعتقدون انه المعالجة قد تمت لهذه القضية هذا يعني وهم وتضليل ان تعالج هذه القضية ليست بالحكم فقط يعني حكمت على المرأة بالاعدام لان ارتكبت جريمة نعم قانون العقوبات يجيز لك ان تفعل ذلك والناس تفاعلوا ويعني قالوا انها تستحق وتستحق العقاب لكن هل عالجت المشكلة هل تم علاج المشكلة اين الجذور لماذا هذه المرأة لماذا هذه الحالة الغريبة الشاذة في المجتمع العراقي تحدث ولماذا الآن يعني لماذا بدنا نسمع في المجتمع العراقي حالات شاذة كثيرة من القتل المروع من الذبح من قضايا غريبة عجيبة لماذا يعني من المسؤول ما هي ما هي البيئة والمناخ التي ساعدت على نشوء مثل هذه لماذا لم نكن نسمع فيها سابقا يعني كلنا نذكر في بداية السبعينات عندما ظهر ما يسمى ابو طبار كيف الناس يعني تفاعلت مع الجرائم التي كانت قصص تنتشر والناس اش مأزت كانت حالة من الغرابة الآن من كثرة جثث من كثرة القتل يعني بعد 2003 كان يوميا اهل العراق يشاهدون في الشوارع في الطرق اطفال وكبار كانوا يشاهدون جثث كثيرة مئات جثث مرمية في الشوارع ومقتولة بطريقة يعني طريقة بشعة وبالمزابل وعلى الظفاف الأنهار وفي الشوارع الجثث تكاثرت في العراق القتل المتظاهرين جرحهم وأمام الشاشات القتل والناس بدأت تترى القتل وهذا جزء من التهيئة النفسية لأن يتقبل المجتمع مثل هذه الجرائم حكم الاعدام مثل ما قلنا لا يعالج الظروف التي دفعت المرأة هذه المرأة إلى هذه الجريمة يعني في عام 2010 ولذلك نتحدث لأنه في عام 2020 تحدثت نقابة المحامين العراقيين قال تم تسجيل نقابة المحامين تقول في تقرير لها يعني تم تسجيل 4700 جريمة جنائية خلفها دوافع جنائية يعني طبقا لنقابة المحامين العراقيين في عام 2020 4700 جريمة وقال أنه هذا التطور عن عام 2014 إن عام 2014 كانت بيهة 4180 جريمة فقط فهذا التطور يعني زادت نسبة الجرائم بنسبة 12% مقارنة بعام 2019 العراق بهذا الرقام وصل إلى المرتبة الأولى عربيا في عدد الجرائم الجنائية بنسبة 11.5% يعني لكل 11.5% لكل 100 ألف نسمة هذا يجعلنا نتساءل لماذا يعني لماذا هذا المجتمع المجتمع المعروف بحبه بإخلاصه بتأخيه بمحبته لبعضهم بمجتمع من أفضل المجتمعات في العالم لماذا وصل به الحال إلى هذا الدرك؟ لماذا هذه الجرائم؟ الحقيقة هناك أوضاع اقتصادية ومزرية هناك بطالة، هناك أمراض نفسية، هناك خوف، هناك رعب، هناك ميليشيات، هناك فوضى، هناك عدم سيادة القانون، هناك الأمر الخافة من العقاب، هناك ميليشيات تقتل وتذبح، وجرائم غير محسوبة هذه طبعاً مداكلة بهذه العصائيات، قتل وقتل المتظاهرين وقتل الناس وقتل الناشطين واختطافكم، هذا كلما داخل بهذه، هذه غير جرائم، غير جرائم، فالعراق بهذا الشكل الحقيقة، من أوصل العراق إلى هذا المستوى؟ يعني هذا المرض الاجتماعي، هذا الكارثة، هذا الضيم الكبير الذي حل بالعراق، هذه الجرائم التي ترتكب في العراق بطريقة هذه بشعة، قبل فترة واحد يدخل على عائلة ويكتل الأب والأم وبتهم بطريقة بشعة، وبعد ذلك يمسكونا خلال 24 ساعة، يتحدثون أنهم سكو بسرعة، وكان على الغاية هو السرقة، لا أحد يصدق، والبنت ناشطة في التظاهرات، لا أحد يصدق هذه الكذبات، وبالتالي جرائم كثيرة، عوائل كاملة قتلة في بيوتها ذبحا، وتقطعوا رؤوسهم، لا أحد يعرف، ولا أحد يمسك، ولا أحد يقدم لنا جريمة إلى العدالة، ويقول بهذا الشكل، ودلائلها، وهذه المسيكة نعم تستحق العقاب، لكن ما هي الظروف التي أدت إليك؟ الفقر العازل، العوز، حالات الطلاق، أعلى حالات الطلاق بالوطن العربي في العراق، حالات الخراب والتمزق الاجتماعي، الطائفية، الميليشيات، كل هذه العوائم، تفشي جريم المنظمة، كل هذه العوائم، العوامل كلها أدت إلى انتشار الجريمة، الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعي المتردية، الفقر الأمية، الجهل، الطائفية، استسهال العواقب، هذه كلها جزء من هذه، يعني مثلما فعل، ربما أحد من الأمثلة، عندما قالوا أن الانتحار، نسبة كبيرة من العراقين ينتحرون برمي نفسهم من الجسر، قالوا للعادل عبد المهدي، قال يعني أي جسر، قالوا للجسر فلان يرمون نفسهم وينتحرون، قال علوا السياج من الجسر، وكأن المعالجة هي في أن ترفع السياج لذلك الجسر التي تنتهي عملية الانتحار، هي هذه، أم تذهب إلى المشكلة، من الذي دفع الناس إلى الانتحار، من الذي دفع هذه المرأة إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، من الذي دفعها إلى أن تكون مريضة نفسيا بهذا الشكل، هذا جزء من عند المجتمع والدولة والحكومة هي مسؤولة عن هذا الموضوع، لماذا لم تكن تحصل في العراق، لماذا المجتمع العراقي كان يضرب به المثل في تآخيم، في محبته، في تراحم الناس فيما بينهم الآن، فأمتقت الأطفال الصغار بهذه الطريقة البشعة، وتعالجون القضية بإعدامها فقط، وانتهت القضية، والسلام عليكم، هذه القضية واحدة من القضايا التي تحتاج إلى معالجات جذرية، والطرف الذي يعالج معالجة جذرية غير موجودة، الحقيقة لأنه لا دولة في العراق ولا حكومة في العراق، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إن شاء الله. اشتركوا في القناة